اشتركوا في القناة اولاد من بطن امه فحوصات اللي بتنعمل له كتير مهمة لنعرف فضعه وكيف حالته المرضية لو بدنا بداية دكتور عن اهمية الفحوصات اللي بتنعمل للطفل حديث الولادي لحد امر كبير بداية امر يعني فعلا المسهول جدا اكون معاكم في البرنامج شكرا بك شكرا بك عن جد يعني وان شاء الله الله يوفقكم اكتر شكرا شكرا ووضيعكم جدا ممتازة يعني يسعد احكا والناس عم تستفيد منها الله يخلي حقيقة انه العلم كتير اتطور في مجال الفحوصات طبية هلأ فيه اشياء انت حكيت على فحوصات الاطفال الصغار وكيف نعرف اذا فيه لا سمح الله مشكلة لانه الاطفال ما بيشتكوا الا اذا كان فعلا مريض واشي زي هك الاطفال حديث الولادي فيه كان من فحص هيك صغار بتسوه اول ما ينولد المريض او الطفل عفوا مش مريض بتبين مسار او كيف الطفل رح يكون مستقبلا طعا فحوصات جدا سهلة غير مكلفة واشياء بسيطة وممكن يتعالج الطفل في حينها او نعطي الام مكملات بتعالج عن طريق الحليب الام وهو سبحانه لها معظم مستشفيات هلأ والاطباء بطلب هاي الفحوصات هاي طفل بولاد حديث وادلزن عن هاي الفحوصات عم تطلب بشكل كبير والحمد لله في صارتها الثقافة هاي انه كل واحد بده يشيك على ابنه يشوف كيف الامور هاي هلأ بنيجي على الفحوصات اللي اكبر شوي الاطفال في السن اللي هي مرحلة البلوغة او اشي زي هيك فيه كم منفحص او هرمون اذا الاهل شافوا ان الطفل عنده سلوكيات معينة مثلا شب صغير صوته ناعم اشي زي هيك فيه كم منفحص هرمون بسي البنات نفس الشي اذا فيه كان شعر او اشي زيادة شعر برضو فيه كم من هرمون كلها تتعالج يعني سهل جدا انه يسيطر عليها هلأ بنيجي للاكبر شوي هلأ كل سن معين او لفل معين بالعمر فيه الفحوصات تعمية على اساس احنا بدنا نحاول انه ما يوصل المريض لدرجة او الشخص لدرجة المرض ويتعالج احنا بدنا نحاول قبل ما يمرض او اكتشاف مبكر هم يكمن فحص بساط بتسويهم حسب العمر هلأ احنا يعني كتير بنقول المرض الخبيث او السرطان او اشي زي يك بيخافوا الناس يعني حتى لو بحس اشي متغير بجسمه بخاف يروح يفحص على المختبر انا بقول لا لازم تكون هاي ثقافي عنا ومعروفة اي شيء في بدايته ممكن يسيطر عليه وممكن انه ما يأثر على مستقبل الطبي تبع الشخص طيب احنا لبنا نحكي عن شخص يفحص فحوصات لبنا نحكي عن بداية عمر بصراحة ومصدقي انا باعرف كتير شباب بيتابعونا انا لولا اني طبيب وبعمل فحوصات دورية بالمستشفى وحتى معكم ولا يعني حتى بتلاقي الواحد يتأخر ولا فكر يعمل فحوصات فأنا بحكي انه ضرورية انه الشباب بأي عمر يبدأ خلاص روح يعمل ولولا مرة فحص دم وعد هيك كل ادش هزم يعمل فحص دورية هلأ سن اليوذ او الشباب الصغار عادة الا اذا كان فيه الاهل ملاحظين اشي او اختلاف معين اشي مش طبيعي زي اخوانه زي خواته او اشي زي هي هذي فيه الافحوصات معينة هلأ بنيجي احنا للشباب كمختبرات او مختبرات احنا سمارت لاب بوجه خاص عنا كم من فحص محددينهم للأعمار معينة هلأ فوقي الثلاثين مثلا فيه فحوصات معينة بسيطة جدا بسيطة بتفحص مثلا وظائف الكبد ووظائف الكلية فحص البول يعني فحصات معينة هيك بتعطيك مؤشرات كيف الجسم عم بشرين صح بتروح بتفحص سكري كلا وسكر واشياء هاي تطمن على جسمك كيف عم بمشي خاصة اذا الاهل عندهم مشكلة مثلا بسكر ضغط اشي زي هيك او الولد مفرط بالصحة يجب ان تظلك التابع هلأ بنيجي الفحصات الاكبر مثلا الناس بسن الاربعين هلأ بندخل على الفحصات اللي هي اكتر شوية او مش تعقيدا يعني انه التحدد الحالي مثلا فحصات اللي هي الواسمات السرطانية او مؤشرات اذا كان لا سمح الله في اشي سرطاني او اشي هي البي اس اي مثلا البي اس اي سي اي فحصات للقولون فحصات للبنكريا محمد تبيني له نسبة عالي من ماركبز بالظرر خاصة اذا كان فيه بالعيلة او فيه حدا بالعيلة مثلا امها ابو اب اشي زي هيك عندهم طب انت كل قداش تنصح انه اذا حدا عمره مثلا فوق الاربعين سنة كل كم يعمل فحصاته كل سنة كل سنة هي كم ينفحص ايك صغار ولكن تعطي مؤشرات اكبر انه ما يتطور مثلا شغل والله تأخر الشغل او تأخر المرض او بحالاته الاخيرة وما فيه اي علاج بالعكس اي مرض اي مرض احنا خايفين منه فيه بداياته ممكن اذا اكتشفنا واكتشاف مبكت بيساعد كتير على الحل وتعطي الدكتور مساحة وانت حكيت هل صارت فيه فحصات بسيطة وسهلة حتى دم هيك نقطة بسيطة بتعمله فحصات متطورة نعم بالنسبة لفحصات الفيتامين اللي هو البيتولف والفيتامين دي صارت سهلة جدا ما فيه داعة حتى تروح على المختبر انت ممكن تاخذ الكرت وبنقطة دم واحدة ممكن نفحص لك الفيتامين غير هيك اللي انتو حكيتوا على قص المعدة واشي زي هيك الناس عم تفحص دائما على فيتامين بي 12 وفيتامين دي فيه فحصات فيه فيتامين اكتر من هيك لانه الانسان بصير يأكل او الشخص بصير يأكل كميات صغيرة وبصير عنده نقص فيتامينات تانية احنا ما بنحسب حسابة فيتامين اي فيتامين سي فلازم يفحصها حتى نعوض له اياها لازم انا بيجيني كتير ناس فيتامين دي جدا على هذا الوفل وفيتامين بي ولكن الفيتامين التانية بتكون نازلة كثير عنده لانه الناس ما عم بتركز عليها ما في هالثقافة انه يروح يفحص فيتامين فيتامين كي او فيتامين اي يعني بيجوها انه مش متداول ولكن بالعكس اي فيتامين بيأثر انت دكتور مشاريع بيأثر على شغلات تانية طبعا انا قبل ما اختم ده احكي لك القصة سريعة انا بعمل برضو فحصات دورية بتعرف انت فاخدت حدا من اصحابي اقناعته انه يروح يعمل معي فحص هو مش طبيب حدا فحكيت وروح نعمل فحصات انا رايح اعمل فتعال معي هيك فلا او شو اعمل وانا بتشعمل ناصة انصحتي ممتازة واتخارش علي رايح اعمل فأهيك حكيت وتتسلم يعني نعمل فحصات فحكيت لهم بتذكر حكيت عمل لهم فحصات بس فحص دم وفحص للدهون وفحص سكر تراكمي وفحص للكلة والكبت حتى اطمنع وضعه بس بديش اكتر من هيك فلما خلاصت انا فحصات طلعت النتائج انا طلعت ما في اشي وانا كنت خايف كتير رايح اطمنع فحصات طلع صاحبي اللي رايح معي عنده ارتفاع كبير بالدهون الثلاثية بجسمه وارتفاع بالكوليسترول بشكل يعني لا يوصف فلما شفنا الفحص احنا انه ايش ما اقول لها الدرجة وضعك بالدهون فالرسالة اللي بده اوصلها يعني هو بعدها خاف كتير وعمل نمط حياه وغير كل اكله وصار يعمل رياضة ورجعنا فحصنا له بعد سنة رجع باكتو نورمال لو وصله تخيلوا هو كمان مدخن كان تدخين وارتفاع في الدهون ما كان يعرف عنه ما كان يعرف عنده اتفاع في الدهون مع التدخين مع العمر كم سنة ممكن لو سبحان الله صار عنده ضغطة وكذا رح يكون معرض ان يصور عنده سلطة فجائية بسبب الاشي اللي ما كان يعرف عنه هون نأكد على اهمية الفحص لكل حدا فيكم ولو مرة يعني خلال فترة عمر وبالذات فترة الشباب هذا اللي بنحكي فيه دكتور فحص صغير ممكن يبين كل شيء انا اريد اشكرك دائما انت بتكون معكم شكرا شكرا لك خليكم معنا دون اطباع سبع مستمرين بفقراتنا يسلاموا دكتور